بسم الله والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وذي استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كله ناس ما اشربهم كلوا واشربوا من رزق الله والرزق ما قلنا موسى مقتصرة على الماديات رزق الايمان رزق الفكر السديد رزق العمل الصالح وهذا ما شعر واذا قلتم يا ايوه كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعتوا في الارض مفرئ هذه ما تتشرى عن يديكم منتم المفسد هو يقول باللغة العربية نجد ولا تعثوا العثاء هو أشد حالك الافساد شوف ربي كيف يسمعنا يعلمنا كيف يسمع العربية كيف يسمع العربية غنية وولودة وحكمتها لا يعلم قدرها إلا مولانا الحكيم وبعد يجيه اليوم الصاينة يحاربوا العربية لأنه اقتل العربية تتقلص ولكرب نفط وذلك كتاب مشهورين بلي يستعملوا غير الفصحة هذا في جائر عنده ما يعوض الفصحة وليهذا ما لا يخدمش التعريف بالفصحة وما يرى يقولنه ولكنه إما اللعبة في يد أباليسة ماريونيت في يد أباليسة الصاينة ولا عاجز على العربية لأنه لا يقول بالقرآن ولا يسرع القرآن ولا 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 يعني يتعذ بآيات المولى سبحانه وتعالى آيات قرآنية وحتى آيات كونية وتحدثة في الموضوع عزة مرات والسلامة